بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على أفضل الصلاة والتسليم سلام لبنات سلام حبيباتي مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو إن شاء الله تلقاكم بخير إن شاء الله تكونوا مهنيين يا ربي نشكر كامل أخوات اللي شاركوني تطبيقتهم تعال وصفة تعال كروكي اللي منقوش اللي شاركتوا معاكم في الفيديو اللي فاتت والله غير تطبيقات كانت ما شاء الله قلكم صحتكم حبيباتي واللي ما زال ما جربوش ضروري تجربوه راه اقتصادي لبنات بزوج حبات بيض بالزيت روعة 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 معايا زدرت له لوزاس تعلقارس واشو نقول لكم لازم تجربوه يا لبنات تلقاوا الوصفة خياتي في الفيديو اللي فاتت وإن شاء الله بإذن الله في أقربوت وقت عفوا أنا رايح نحطها لكم في القناة الثانية غاني نوجد لكم الفيديو غير بالعقل إن شاء الله ربي يقدرني هنا يا بعد ما أخذت هادك لاتاي ديالي لمشحر الله الله هنطل شغلي كلمس يجاب لي شوية خضره درت يعني الخضره في الفريجيدر الباطاطا اللي بصلاة نديرون في هاد الشاغيو الهايل اللي كنت شاركتو معاكم من قبل الباطاطا من حبش نشري كمية كبيرة هكذا باش ما تزرقش هكذا كنت تعفضوك في هاد الوقت الباطاطا كشغل تمتم تزرق وكي تكون زرقة هكذا يعني قالك تولي سامة وما من البنة ما تولي شبانينا ونبعد ثاني هنا الحاجة اللولة تاني اللي حب نسبق فيها في شغلي الحوايج هكذا باش ينشفو لي تمتم درت سائل غاسلت على ملابس ديالي تاع توبسيل بلا منسالة سو بليسو نحب نقول لكم برك خياتي انتم ملكوا تستعملوا لي بخدوي تاع توبسيل ما ترموش البايط كاين مفاجأة كبيرة راه يتصنى فيكم على صفحة تحم تاع الانستغرام اي فيسبوك راح نخليها لكم في صندوق الوصف هكذا باش تشوفوا المفاجأة دوك احتفضوا بالبيادر كملت هنا شغلي صال دوبان اللي كيمي قولو ولا كيمي قولكم دايمن راه يعني شغل تاع ناتع كل يوم اللي لازم نقيوه هنا باش نتفادع الكالكاغ في الغوبيني ديالي درت ستيك هذا انتي كالكاغ يعني ما نستغناش عليه البنات وش نقولكم نقرعه كبيرة اقتصادي ويمدلي واحد لابغيانس ما شاء الله سورتوكو هذا الغوبيني ديالي شوك شغل جايك شغل كاري يجايك شغل مسطح نوك يحكم الماء وغير نغفل لعلي شوي بدي ديالي هادوك القاطرات تاع الكالكاغ لذلك نحب ندلو هاد التدبيره تاع البابيه هاكدا يعني هاد التدبيره بخاتيك البنات هايلا تخليلو بخدوي ديالنا يحكم فوق الغوبيني ولا يحكم فوق اي حاجة لاني حابين النقيوه وبعد ستتلغي واكي ما شتو حاوتو جوب هاداك الوجال تاع ستيك لعب العطر تاع الليمون لعطر تاع الانتي عاش شللت كامل الحالة تجوزت هنا تاني على المراياح تهي بلا فيتغ جوزت لها كامل هاكدا كي ما قدكم يعني اخياتي شغل هادا تاع كل يومني بعض اللقطات من الروتينات تاعنا اليومية للتحفيز للناشاط لبعث هاديك الطاقة الايجابيه ديفان عيه وديفان نكره وديفان ملو من هاداك شغل ممكن شوفوا واحد هاكدا ينقي ولا رح هيك شغل لي شجعنا وانا يعني هادا هو الهدف اني نحفزكم خياتي وربي قدرنا ان شاء الله على الشقة ونقى هنا شوفوا البنات بعد ما درت معا شغلي وكامل كان جلس هاديك سوعة ونص لقيت لماشين شوفوا خرجت لي الحوايج ويعني غسلتهم ما شاء الله دوكتاني نروحو لتحفيز واحد اخر رح نحفزكم باش انتو متاني نتوائيو معايا اللاماشين اللافي ديالكم هنا شوفوا عندي وشو نقولكم عندي بزاف ما نقيت هاش شتوا ديك العف ستة الشارجور هاديك والله ما فهمت وش جابها هنا داخل اللاماشين هاديك نغمال موت كون في الطنوبيل تا الموسيو نشارجيو بيها اللي بورتابل ديال وانا في طنوبيلو كامل وعندو مودة وهو يحوس عليها جبانس كنديرا في الجيبولا شتوا وين تخبات هاني نحيتها ومباد هنه شوفو خديت اللي بخودو ديالي هادا ايكو نتوائيو رشيتو كامل داخل جوان يعني ما كاش حاجة اللي تتوسخ فلا ماشين كيما هاد جوان هادا رح يلم كامل الغبرة هاديك والترصوبات تعال الحوائج والترصوبات تعال سائل غاسل الملابس درت توجو نفس الطريقة خياتي هاديك التدبيرات تعالبابيه هاكدا باش اللي بخودو ديالي يحكم الداخل ويعني مدلي نتيجة امليح زيت رشيت كاملو بخودو ديالي ايكو نتوائيو هنالو تيغوغ هادا تاني ملازمش ننساوه دائما ندير هاكدا شوية بابيه ومبعده ان رشلو بخودو ديالي هادا ايكو ونخليه يتفاعل تاني نخليه لحوالي هاكدا كعشر تقاية قربع ساعة بلا ما نساو تاني هاد المكان هادا نوك لازم مرة على مرة نديرو هاد التنظيف العامق اللي ماشين اديانا انا يعني كيما قلت لكم عندي مدة ما نقيت هاش ندرن مصيف واقع وشوفو يعني وش لقيت الداخل اه يعني خرايب كبارة كورايحين تلقاوهم شوفو البقايا اي حاجة هاكدا تقدر تحصل الداخل نوك لازم ننقوها وندربو وطلع عليها مرة على مرة ايكو خياتيني واحد اللي بخودوي ناتورال راه تسعين بالبيا بيو ما فيه لا ريحة لا والو وفي نفس الوقت يقضينا على كامل الروائح الكاريهة وعلى بلكم يعني داخل اللي ماشين توجو تشكلنا هاديك الريحة لماشي مليحة وهذا بسبب البكتيريا اللي تكون الداخل ايكو هو لو راح يقضينا على كامل هاديك الاوسخ وعلى هاديك الروائح الكاريهة لانه يقضي على البكتيريا هنا لو تيغوغ هادك تاني كيما شتو نحيوه راه يتنحى بكل سهولة را كشتو معايا الطريقة هنا يكون درتلو ارغيوه هاكدا نحكوه بيان هاكدا بلا بغوص ومن الاحسن نستعملو اين بغوص ايضا باسكو فيها بزاف هاكدا شوفو هاد هاكدا المناطق هادي اللي جي صعيبة غير لابغوص ايضا اللي تقدرت كشغل توصل هادوك الاماكن هاكدا كيما قلت لكم باش نتخلصو كامل من هادا كتار الصوبات لي مع الوقت كشغل تولينا بكتيريا وتولي تديرنا ريحة ماشي مليحة اتولي لاماشين دينا ما تخرجش مليح يولي لحويج دينا مام هاداك الريحة مام نستعملو لا سوبليس اومنستعملو معلوبة كشو نستعملو اااا يولي لحويج ديو ونا فيهم ريحة ماشي مليحة واهنا هادا كله تيغوا كي ماشتهو حكيتو خليتو راه يقدر عاوتو وليت هنا لماشين ديالي شوفو هنا نحيت هاداك البابي شوفو يعني لأك حلو وش نقولكم بان كين هاداك جوا على خاطر عندي مدة ما نقيتها شو قلت لكم بديت نحس هكذا كشغل ريحة ماشي مليحة فيها مام هذيك الريحة لي نشمها في الحوايج ما موليتش نشمها دونك دو شو نقول لكم فحفحت هالله هالله كما را كنت شوفوا معايا وصراحة ولات تبري نحيت كامل هادوك البقايا هادوك التراصوبات هادوك الريش تعل حوايج لي بقال داخل وكامل هكذا العماشين ديالي راهي تعقمت قضيت على كامل هادوك البكتيريا وشو نقول لكم أولت اتفحفة هادلو تويو تاني هاكذا شوفوا ننقيوه نعودو نغلقوه نرجعوه للمكانو سيقتو هنا هاد المكان هادا لازم يتنقى ولازم ننقيوه بان بخدوي لي كيما قلت لكم يقضينا خاصة على الروائح الكاريهة لي تسبب هانا البكتيريا وشو نقول لكم لبنات وحد النتيجة ما شاء الله ديرو كابتور لبنات على هادلو بخدوي تايكو نتوايو يعني ونصح بخاصة الناس لي عندهم الحساسية هادا أخواتي ما فيه ريحة ما فيه والوم كيما قلت لكم راه تسعين بالمئة بيو نقيو به كامل يعني جميع أنواع الأسطح وشو كو حبين تنتوايو به يستعملوه تاني بزاف هاكذا فلابوغاتواغ 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 وكامل بش يقضي على البيكتيريا يعني واحد اللي يبخدويه ما شاء الله ويقضي خاصة على الروائح الكاريهة ويمد نظافة ما شاء الله وكيما يقولو ناس زمان يمزن قالو كان يبقى والله وشو نقولكم حسيت بواحد الفرحة كبيرة كي نقيت هديك الاماشين بس كي كنت كل يوم نقول اليوم نقيها اليوم نقيها هاي هاني ان شاء الله اليوم فحفحتها وان شاء الله بعتلكم شوية ناشط ذو كان لبنات نروح نشارك معاكم وصفات عبورة كي يجي بزاف ابنين ذو كحتف ضب الوصفة لشهر رمضان الكاريه انا كي مشتو معايا في مقلة نديرو شوية زيت قدرت تحبها بصل متوسطة في الحجم ما تكونش مرحية بزاف حتى وين هادك البصل يطلق الماديالو كي دبال هادك البصل رميت عليه شوية تعفيونداشي ولا جاج اشي يعني وش يكون عندكم نقلوهم مع هادك البصل بالنسبة للتوابل ما فيهش بزاف عادنا ملح وفلفل لكحل هادا ما كان بعد ما طابت هادك الافيونداشي درت واحد نص كاس من لك خامف خاش ودرت معاها مغرفة صغيرة تعفارينا لي راي رايحة تعقدنا لفرص اديالنا هاك دخلتهم يطيبو شوية طفيت عليها رميت هنايا شوية معدنو سم قطع عرقيق وشوية زيتون دين وايوتين يشلو ملح ملح من هادك الملح اللي يكون فيه تحبو تغليوها غليوها وستاني في الاخر هنا كيما كتوفو شوية تعالجبن المبشور وشو نقول لكم خياتي واحد لافاخس تعالبوراك تجيب زاف بنينة ويجي خفيف يجي ما شاء الله هنا برك شوفو نخلطو كامل مكوينات معا بعض ومبعد هنا لازم نخليوها تبرد باش مبعد نشكلو البوراك ديالنا احنا بعد ما بردت لافاخس ديالي جبت ورقة تعالبوراك زيت هنا شوية تعالجبن الابيض نحطو لافاخس ديالنا ونغلقو على البوراك يعني تحبو تديرهم دي سيقا تحبو تديرهم على شكل سامسا ملحا يعني على شكل متلاتات يعني دلنا الطريقة معا بعض عدة مرات ومبعدها تحبو تقليوهم تحبو هاكدا في الاخر خايق تاني باش يكون يعني صحي ومايرفدش الزيت انا كي ماشتوا معايا بعض الرشات هاكدا غير خفاف برك باش يعاوني انو هاد البوراك هادا يتحمر فيه وقت تقسروا تاني باش يكون عندو القرمشة يعني رشات ياربي واقل موصوشي البنات واحد زوج مغارف تعزيت يعني مينبا رشات خفاف برك وشوفو النتيجة البنات يعني يجي واحد البوراك مو قرمش ومحمر ما شاء الله بلا يعني هاداك الكمية الكبيرة تعزيت نوك وصفة بزاف هايلا ولي حبو يقليوه يقليوه انا نفضل هاكدا دائما داخل الفخيتوز نقدموه معا شوية تعماعد نوس معا شرائح تعالليمون دوك عصرات تعالقارس وهناك تسمعوا القرمشة عال مباشر اهنا راه السخون فوش نقولكم يفور بسيبش يعني يقدر تنشدو شوفو النتيجة والله يا البنات واحد لافخص بزاف برينا لازم تحتفظوا بهاد الوصفة لشهر رمضان الكريم انشاء الله يدخل علينا وعليكم بالصحة امين يا رب العالمين لافخيتوز البنات هادي اللي طيبت فيها البوراك هايليك لا ماك مولتي سمارت الغانية عن كل تعرف كنت شاركت معاكم من قبل دي فخيتوز كانو كبار في الحجم وبزاف اخوات قالك غاليا ماقدرنا شعليها جيبنا فخيتوز ليتكون يعني مليحة في سعر اديالها خاصا مع قروب شهر رمضان الكريم بزاف الناس ما تحملش القليا نوغا دونك لافخيتوز راح تكون ولا تعاوننا باش نديرو اكل صحي كي ملبوراك هاكدا مثلا هادي هي خياتي راحي تاع ستة لتر شاشة دي جيتال كي ماشتو معايا هدا هو لوتيرو غاديالها اللي راحو كي مكتوفو ما شاء الله هي شوفو البنات ستة لتر بصح صدقوني تبان تاع تمانية لتر يعني كشغل خدموها الله يبارك كبيرة وعندها هادك وعندها هادك لاغري كي ماشتو معايا باش تسمحنا نتخلصو من الزيوت الزائدة فيها هنا كي مكتوفو البرامج فيها دوكات فيها سبعة تاع البرامج عندنا لفخيط الدجاج الاسماك الكاك الكروفات البيتزا الخوضر فيها سبعة تاع البرامج يعني ميهمش خياتي البرامج لانه كاين كي مكتوفو معايا حنا لنتحكمو في الوقت كي ما نحبو ونتحكمو في الوقت ولا نتحكمو في درجة الحرارة وفيها تاني البروغرام تاع ميكروند يعني نقدرو ندوبو حاجة ولا نقدرو هاك داك نسخنو لفخيتو ستاعنا شوية بسكو هادك البروغرام تاع التسخين يخدم بدرجة حرارة مية وعشرين وياخد الوقت عشرين داكيقة بينسخو احنا نقدرو نعدلو في الوقت لاكاليتي ديالها خياتي ما شاء الله مام على برا الديزاين تحا بزاف شباب جاية كامل غلاسي وهادش يخليها ما تحكمش الاوسخ وسهلة في التنظيف اديالها مام لوتيغوغ لاكاليتي هاي للبنات يعني من هادك النوع لي ميل السقش وسهلة في التنظيف كي ماشتو معايا ارغيوة وتولي تشعل وش نقولكم خياتي كي ما قلتكم انا مقبل ما نشارك معاكم حاجة نحب نجرب فيها العديد من الواصفات هاكدا باش ننصحكم بها هنا شوفوا البنات ترت فيها الجاج استعملت قبل هادك المولتع سيليكون شوفو يعني بخاتي كبل بزاف هاكدا باش متوسخش الفخيتوز اديالي وجيني تاني سهلة في التنظيف وشوفوا هادك الجاج المحمر من اروع ما يكون يا البنات اه يجي محمر روعة 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 ولداخلي بقاطري وهادي لاسوس كي ماشتو معايا وشوفوا الفخيتوز بقات انقيقية مباشرة وهي سخونة اهنا لي فخيت يعني الاخوات اللي دايما يشكم لي فخيت يقول لك ما نجحوش فيهم داخل الفخيتوز ولا غر يعني يعني نحاول اخواتي نمدلكم كامل النصائح نعاود لكم النصائح خيتي بالنسبة البطاطا شوفو نقطعوها الى اصابع متكونش خشينة بزاف و متكونش رقيقة بزاف نديروها في الماء حوالي ربع ساعة نقطروها في الكس كاس مليح 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 نشفوها كي ماشتوا معايا ببابي نديروها مغير فاوحدة تعزيت لا اكثر ولا اقل و نديروها شوية ملح و نديروها بخوغغام تعليف خيت والله يعني من اروع ما ياكم هاي لك شوفوا البنات تاخد لكم حوالي عشرين دقيقة شوفوا البطاطا تعنا والله العظيم غير تبنك شغل راهي يعني مقلية وهي درت لها مغير فاوحدة برك تعزيت و نصحكم تاني اخواتي متعموش بزاف الفخيتوز تعكم هاكدا باش نسمحوا مورو الهاواء الداخل و هاكدا الفخيتة واعنا شوفوا يتحمرو كامل على ضربة ما تنسوش دايمن خياتي فلا فخيتوز تسخنو قبل الفخيتوز ديالكم هادي حاجة و الحاجة التانية مرة على مرة تحلو الفخيتوز ديالكم و تقلبو الماكلة ديالكم هاكدا باش طيب من جامع الجوانب هنه شوفوا الله غير كيش تهديك الفخيت شاهيتها هاكدا كشغل فري توملات و شوفوا دونك مما هاكدا داخل فخيتوز نقدرو نديرو فري توملات شوف كيفاش تجي راح تكون فري توملات صحية درناها غير فاوحدة بركتع الزيت والله غير جات روعة يا البنات كي ما شتو انا الفري توملات ديالي نحب ندير فيها الماعد نص ندير لها هاكدا كشي بصل مقطع عرقيق البيض ملح فلفل لكحل دربتهم ملح معابات و شتو شوفوا النتيجة والله غرفش نقول لكم مولادي ماتوا من الفرحة بهاد الوجبة تعل غاداء هادي لي درتها لهم و كانت يعني وجبة غاداء صحية ما عدنش كامل لي دا يعني من اروع ما يكون بالنسبة للفخيتوز هادي خياتي راهي تخفض عند لاباج بستهم لاني رايح نخلي لكم لليان ديالها في صندوق الوصف بالنسبة للسعر دارت مليون و ستمية و تسعين الاف دونك راهي رخيصها شوية لي فخيتوز لي شتوهم معايا من قبل والتوصل له مجاني حتى باب المنزل حتى بالنسبة لهادك شاريو خياتي اللي شتوه معايا في بداية الفيديو كنت شاركتو معاكم من قبل تفكرت باش نقول لكم باللي راهو تاني من عند لاباج بستهم دونك كنتو حابين تطلبوها نخذلكم هنا يا رقم الهاتف شوفوا معايا النتيجة خياتي تعالي الفلفل كيفاش جام شوي روعة بلا الشياط بلا قليان بلا تمرميدة بلا حتى حاجة شوفوا كيفاش يتقشر تاني بكل سهولة شتو معايا كيفاش خرجتلي في خيه الجاج يعني البوراك روعة 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 شاء الله تقدرو تكسبوها حبيبة قلبي وتستعملوها بالصحة اولهنة في الاخير خياتي في اطار تحضيرات رمضان الكريم حنشارك معاكم هادلي تابليه ديالي اللي تحصلت عليها من عند لاباج انستاغرام غيفت شوب تديرهم شوفو دي تابليه بزاف شابين يهبلو يجو هاكدا بيرسوناليزي تكتبلكم وش تحبو الآسم اللي تحبو لي كول اخشوفو كان جبت هاكدا في الغوز وجبتاني في البلان شابين لا في نيسونت حم روعة ممقمش هم هاي ليا لبنات اكتعرفو اللي تابليه نحتاجوهم بزاف في رمضاني توسخونا هاكدا يعني بش نبدلو بيهم شوفو شحال شابين كيما قلتلكم شوفو هادي ديالتلي هنا ساميرا ديزاد ومن الفوق اخطوني راني مشغولة وصح في رمضان ما دابينا واحد ما يدرو بينا كي ندخلو للكوزينا هاكو تعارفو الشغلو الطياب تاع الكوزينا والوقفة تاع رمضان وشالله ربي يقدرنا وشالله ربي يدخلو علينا بالصحة ولهنا هنا شوفو لي مودل كيما قلتكم تكتبلكم وش تحبو ويعني دير خياتي مام لدغابي اخسوناليزي وهادي مشي اول مرة يعني نتعامل معاها انا يعني كي تعجبني الخدمات على واحدة دائما نحب نعاود نولي ليها صراحة نشوفو الله غري يعني غري يهبلو ما شاء الله دير تاني خياتي شوفو مام هادلي جوتي هادوما بهادك الطابع الرمضاني كيما ركو تشوفو الشكل دي لهم بزاف شباب عندهم لا فاغمي يشغل لهنا بش واحد يقدر يغسلهم بكل سهولة وفيهم زوت شويشة في الكوتيب الضوغي بزاف شابيني البنات شوفو يعني في رمضان ان شاء الله تحطوهم هاكدا في الفوتاي دي ولكم وللي عندها قاعدة في الكوزينا دي لها هاكدا تقدر تحطوهم تاني يعني يشوفو يمدلكم واحد الديكور والإحساس هاكدا برمضان وكامل بزاف شابين انا خليتلكم هنا لبنات رقم الهاتف دي لها إلا كنتوا حابين تطلبوهم وتاني رح نخلي لكم في صندوق الوصف لاباش دي لها بش تشوفو تاني لي موادل اللي عندها كيما قوتكم ما تدير شبرك غير هاكدا لي تابليه ولا هاكدا شمان دو تابل هاكدا تدير بزاف حاجات نصحكم يعني تزوروها ونشجعو بنت بلادنا ونقولها يعطيك الصحة حاببتي كانت هذه هي الفيديو خيتي تنهار اليوم ان شاء الله ها نكون فتكم ولو القليل القليل ما تنسوش تحتفظو بالوصفة تاع البوراك تشاركتها معاكم نقولكم تهلا في صحتكم نقولكم احبكم في الله في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة